حيث أكد السفير الفلسطيني في موسكو عبدالحفيظ موفل أن ممثلين عن حركتي فتح وحماس سيجتمعون في موسكو غدا الخميس لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة بناء غزة وشدد السفير الفلسطيني لدى موسكو أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية موسى أبو مرزوق سيترأس وفد الحركة في اللقاء الفلسطيني الفلسطيني في موسكو يأتي هذا في حين تدعو روسيا لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل